اضافة الترجمة على فيديوهاتك على اليوتيوب كتير مننا كمنشئي محتوى بدأنا ان احنا نضيف الترجمة على فيديوهاتنا لان دي حاجة كويسة ومش بنخسر حاجة ومش بتاخد وقت بعد التحديث الجديد اللي احنا اتكلمنا عنه ولكن فجئنا او كثير من منشئي المحتوى بدأوا ان هم لما يجوا يدخلوا يضيفوا الترجمة على فيديوهاتهم يتكتب كده او مكتوب غير مؤهل طب ما كانت موجودة قبل كده كان قبل كده موجودة بسهولة حاليا بقت اصبحت غير مؤهلة ايه حل هذه المشكلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب الكلوب خير وسعادة دايما اهلا بكل المتابعين قناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب نضيف الترجمة ما نضيفش الترجمة نعمل ايه ما نعملش ايه دي حاجة يعني مجانية يعني انت باش تخسر حاجة ان انت تضيف الترجمة على فيديوهاتك بدلا ما الفيديو بتاعك يظهر بلغة عربية فقط اه انت بتضيف الترجمة بحيث ان يا سيدي لو جالك مشاهد واحد ولا مشاهدين يعني جالك اتنين جالك تلاتة جالك مية جالك اي شيء انت مش خسران حاجة ولو ما جالكش حاجة برضو انت مش خسرانش ايه فانا مش شايف الصراحة فيه اي يعني مش محتاجة سؤال يعني ضيف الترجمة على فيديوهاتك زي ما احنا شرحنا في الفيديو اللي هو التحديث الجديد باضافة الترجمة بسهولة جدا الموضوع مش محتاج وقت ولا مواقع خارجية ولا محتاج برامج ان انا اطلع ملف وادخل لا الموضوع بقى بكليك كده تقدر ان انت تضيف الترجمة على فيديوهاتك بكل لغات العالم وكمان العنوان والوصف وكل شيء يظهر برضو عند الاجانب باللغة الانجليزية او باللغة اللي انت عايزها مؤخرا لقينا ان الترجمة لما ادخل كده على ترجمة اي فيديو سواء ان تدخل من الموبايل او من الكمبيوتر الاقي كده المكتوب غير مؤهل انا الفيديو ده عايز اضيف عليه الترجمة مكتوب غير مؤهل لم يظهر مثل ما احنا شرحنا في الفيديو اللي هو بتاع اضافة الترجمة. بالمناسبة الفيديو بتاع اضافة الترجمة هيظهر معك في شاشة النهاية وكون موجود في الوصف اه في وصف هذا الفيديو في التعليق المثبت تحت الفيديو. وهيظهر معك في علامة الاي هنا. يعني هططولك في كل مكان لو انت ما انتش عارف اه التحديث الجديد الخاص بالترجمة. خليني ادخل كده على تفاصيل الفيديو. ده الفيديو. انزل لتحت كده. خليك بس معي اكمل معي الفيديو للنهاية لو انت حابب يعني. الاقي عندي هنا لغة الفيديو. طب تمام ماشي. لغة الفيديو العربية. طيب انا مش هخليها خالص في لغة. غير منطبقة. خلاص. مش عايزها. ماشي? مش عايز لغة عربية. طب تمام. ادخل بقى كده على الترجمة. اعمل كده كده على التحميل الصفحة. ظهر بهذا الشكل. تمام? حلو. ماشي. اختار هنا اللغة. مسلا ضبط اللغة اللغة العربية. تمام? اللغة العربية. فين اللغة العربية? اه ده اللغة العربية. واقول له تأكيد. هل اتحلت المشكلة? لم يتم حل المشكلة برضو موجود هنا غير مؤهلة. ادخل تاني على تفاصيل الفيديو واعمل اعادة تحميل. انا بجرب لك كل شيء. انزل لتحت كده تاني. طبعا لغة الفيديو اصبحت العربية. ما انا ضفتها بقى. تمام? كده حلو? ايه حل هذا الموضوع. المشكلة احنا عرفناها. اللغة اصبحت غير مؤهلة. تمام? طيب. شايف كده عندك هنا? العربية. ترجمة تلقائية. لو انت دخلت على اي فيديو عندك صح? ما عندك فيه قلم اهوات. اضغط على القلم ده كده. انشاء النسخة تبقى الاصل وتعديلها. ما عادتش بتظهر هنا بقى بتظهر هنا عادي. اضغط على القلم ده. اهو. اللغة موجودة ولا مش موجودة? موجودة هي اللغة صح? اللغة ظهرت هيت وزي الفول. اعملناش نشر. في مشكلة حصلت? خلاص? اللغة العربية? خلاص? تم النشر. وبالتالي غير مؤهل ديت مش تركز معها. خليك هنا في القلم اضغط على القلم. هتقدر ان انت تضيف الترجمة بشكل تلقائي. وطبعا الكلام ده تعمله من الموبايل او من الكمبيوتر زي ما احنا شرحنا بالضبط. انت بتخش يا جماعة من من كأنك دخل من الكمبيوتر بالضبط. يعني يكون ان انت لو حاليا لسه ما زلت مش عارف تدخل على من الموبايل دي مصيبة والله. يعني احنا يعني في كل فيديو بنقول ازاي تخش من الموبايل. ازاي تخش من الموبايل. تمام? طيب لو انت برضو عندك اي مشكلة اكتبلي في التعليقات. طيب يبقى احنا كده حلينا المشكلة بتاعت ان الترجمة غير مؤهلة. عايز بقى تضيف لغة تانية. اوكي. مش اي مشكلة خالص. اضافة لغة. اختار مثلا لغة الانجليزية او اي لغة. ادى اللغة الانجليزية. وعندك هنا اللغة الانجليزية اللي انا اضفتها. برضو نفس الكلام. شوف عامل ازاي. اجي هنا عند الترجمة واضغط على الالم. ويه اختار اللي هو ترجمة تلقائية. وقال له نشر. كده انا اضفت الترجمة باللغة الانجليزية برضو على الفيديو. تمام? ويه اجي هنا عند العنوان والوصف. لو انا عايز الترجمة تظهر كعنوان ووصف كمان باللغة الانجليزية. اضغط على الالم. وابدأ ان انا ترجم العنوان والوصف وحطهم هنا من خلال جوجل. اللي هو اه ترجمة جوجل. والكلام ده شرحناك كله في الفيديو مش هنعيد الفيديو تاني. فشاهد الفيديو بتاع الترجمة اللي احنا وضحنا في كل حاجة بالموبايل. خلي عندك على فيديوهاتك او ضيف على فيديوهاتك اكثر من ترجمة. اه عندك مثلا اللغة طبعا العربية موجودة اصلا بلغة الفيديو. وعندك طبعا اللغة اللي هو الفرنسية واللغة الانجليزية خليهم اساسي مع فيديوهاتك. ويه ايه عايز اضيف لغات اخرى اوكي زي مثلا اللغة الهندية اللغة الصينية اه ممكن الناس هناك كتير بتهتم بيه العرب ويشوفه او ما بيقولوا ايه وبيعملوا ايه فانت مش هتخسر حاجة اضيف الترجمة على فيديوهاتك زي ما احنا شرحنا في الفيديو ويه لو انت برضو بتواجه مشكلة في موضوع حتى كمان هنا حتى كمان هنا اللي هو القلم ده مش موجود ففي احنا شرحنا طرق تانية بان انت تعمل الترجمة على فيديوهاتك لو انت التحديث ده لم يظهر عندك في قناتك تقدر تعمل بخلال ملف بتضيفه هنا كملف الترجمة احنا شرحنا كلام ده والله في اكثر من فيديو وعندنا كمان فيديو الترجمة المتحركة ان انت الكلام اللي انت بتقوله يتحرك قدامك يكون في حركة في الترجمة اللي بتظهر على الفيديو كل الفيديوهات الخاصة بالترجمة هتكون موجودة في حصف الفيديو في التعليق المثبت تحت الفيديو يعني انت لو نزلت نزلت تحت الفيديو الناس حينا بتقول لك فين التعليق المثبت ده? لو نزلت تحت الفيديو بتلاقي كده فيه تعليق كده موجود فيه اهم الفيديوهات. وبيظهر معك اهم الفيديوهات في شاشة النهاية هنا. تحية لكم مع السلامة.